تنضم إلينا النائب عن محافظة نينوى بسمة محمد بسيم سيدة بسمة أهلا بك معنا إلى هذه الجولة الإخبارية يعني تباينت وجهات النظر بشأن المقترح الذي قدمه رئيس الوزراء عدل عبد المهدي إلى مجلس النواب حول إقالة محافظ نينوى نوفل العقوب مع نائبيه يعني من الناحية الدستورية أنتم كنواب كيف تنظرون إلى هذا المقترح؟ نعم طبعا الصوت غير مسموء لكن التصور حضرتك سألتيني عن موضوع إقالة السيد نوفل العقوب من الناحية الدستورية طبعا بعد الفاجعة التي حلت في نعم من الناحية الدستورية هناك بموجب صلاحيات رئيس الوزراء تم إحالة كتاب إلى السيد رئيس فرلمان عراقي للتصويت على إقالة محافظ نينوى ونائبيه وإن شاء الله غدا في جلسة البرلمان سوف تكون هناك استجابة لهذا الطلب وسوف يعرض هذا الأمر على السادة والسيدات عضاء البرلمان وإن شاء الله نحن نتأمل خير من وقوف جميع البرلمانيين في كل العراق مع وقف جادة مع قضية نينوى بعد هذه الكارثة التي حلت في محافظ نينوى التي طبعا نحن كبرلمانيين عن محافظ نينوى وإثناء تشكيلنا للجنة تقصي الحقائق بحى صوتنا ونحن نتكلم عن فساد وعن إهمال وعن سوء إدارة وسوء تخطيط وتدخل من بعض الجهات السياسية والمكاتب الاقتصادية التابعة للحجر الشعبي واستحواذ وهيمنة وتعدد القرارات الإدارية ولكن تم طعن بنتائج لجنة تقصي الحقائق من قبل المجلس المحلي لنينوى ومن قبل المحافظ تم طعن بهذه النتائج أو ببعضها على الأقل أنت مع كل هذه التراكمات في المحافظة هل تعتقدين بأن التدخلات السياسية والتجاذبات ما بين الكتل خاصة على منصب المحافظ ستتدخل لإيقاف عملية الإقالة أم أنت متأكدة تقريبا من الإقالة يوم غد أكيد أن قبل حادثة الكارثة التي حدثت في العبارة الموت في محافظة نينوى كان هناك تدخلات كبيرة للضغط على لجنة تقصي الحقائق وكان هناك اتهامات لنواب نينوى بأنهم يحملون أجندات سياسية لكن اليوم فضح الأمر وكان هناك قربان من شهداء من محافظة نينوى لأن يصل صوت محافظة نينوى وما تعانيه محافظة نينوى حالها حال باقي المحافظات وحال العراق بسرعة عامة من تدخل سياسي ومن فساد مستشري غدا إن شاء الله نحن نتأمل خير سوف يكون هناك استبعاد لكل الإرادات السياسية المخالفة للحقيقة والمخالفة للضمير والنجدة الإنسانية نحن نلتأمل خير وحسب ما وعدنا من زملائنا وزميلاتنا النواب بأنهم كلهم سوف يقفون معنا وقف جلدة فهل تتوقعين سيدة بسمى قرار الإقالة سيرشمل المحافظ ونائبيه فقط أم سيطال أعضاء أبعد من ما هو مذكور في المقترح قد يكونون مسؤولين ولهم يد في موضوع الفساد وموضوع الأزمة التي حصلت مؤخرا نحن في لجنة تقصي الحقائق وغدا إن شاء الله سوف يكون من ضمن جدول أعمال مجلس النواب العراقي هو مناقشة توصيات لجنة تقصي الحقائق وفيها فقرات متعددة من ضمنها ليس فقط إقالة محافظة نينوى أو نائبيه كما تفضل في كتاب السيد الرئيس الوزراء إنما هناك مدراء في محافظة نينوى ووجهات كذلك تم تقصيرها وحتى موظفين صغار سوف يضمنوا في هذه التوصيات وإن شاء الله غدا سوف يتم التصويت عليهم إقالة السيد محافظة نينوى ونائبيه هي الخطوة الأولى لكن أكيد يجب أن يكون هناك محاسبة لهم واسترجاع المال العام الذي تم هدره من قبله وكذلك محاسبة كل من يثبت فساده وتورطه في هدر المال العام هل سيتم التصويت عليها من غير استضافة ومن ثم استجواب ومن ثم إجراء تحقيق بحسب الطرق المتبعة داخل مجلس النواب؟ لا سيد بحسب الدستور وبحسب القانون السيد رئيس الوزراء له صلاحية بإرسال كتاب الإقالة إلى مجلس النواب والكلمة الفصل تكون دائما لمجلس النواب غدا إن شاء الله سوف تكون الكلمة الفصل ويتم التصويت على إقالة المحافظ ونائبيه هذا فيما يخص كتاب السيد رئيس الوزراء ألا يجب أن يكون هناك أدلة تدين المحافظ سيدة بسمة؟ كتاب السيد رئيس الوزراء واضح وصريح بسبب الإهمال وهدر المال العام بالإضافة ممكن للسادة النواب غدا أن يطلعوا من قبل أيام سابقة على توصيات لجل التقصي الحقائق وما ضمنه فقط في تقرير الرقابة المالية تقريبا أربعين خرق قانوني ومالي مارسه السيد المحافظ بالإضافة إلى بعض المدراء الدوائر الذين تم تضمينهم في هذه التوصيات فكل شيء نحن لا نتعامل بالعواطف أو بالمزايدات هذه الإقالة هل جاءت نتيجة على ما بنتفول في استعدادات حقائق أم استجابة للمطالب الشعبية على خلفية التداعيات التي حدثت مؤخرا من غرق العبارة في نينوى سيدتي الكريمة غرق العبارة هو وجه من أوجه الفساد الذي حد كذلك أشارت إليه لجنة تقصي الحقائق تدخلات المكاتب الاقتصادية وتدخلات خاصة العصائب أهل الحق في هذه الرخصة الاستثمارية في محافظة نينوى وهي جزيرة أم الربيعين حالة دون استطاعة باقي الجهات المراقبة وطبعا كان هناك سوء تقدير وسوء وإهمال وعدم ممارسة الدور الرقابي الصحيح لسواء مجلس المحافظة أو لسيد المحافظة أو للمعنيين من الدوار المعنية في عدم محاسبة هذه الجهة وعدم التدخل بها كانت لا تسمح لأي جهة من المحافظة أو من الحكومة المحلية بالتدخل والوصول إلى محاسبتها في كتاب اصطلعنا عليه بتاريخ 12 اثلاثة تم توجيه كتاب من الموارد المائية إلى السيد محافظة نينوى ولكثير من الدوائر بأن هناك خطورة قد تحصل على ضفاف النهر بسبب ارتفاع مناسب المياه وتم توقيع كثير من أصحاب المقاهي وأصحاب الكازينوات الموجودين في هذه على ضفة النهر لكن بكل رعونة وبكل استخفاض بأرواح المطني يعني أكثر على المقاطعة ولكن أشرت إلى أن المكاتب الاقتصادية لعصائب أهل الحق هي المسؤولة عن الجزيرة يعني ألن يكون هناك أو يفتح تحقيق داخل مجلس النوى بشأن التمثيل السياسي لعصائب أهل الحق في البرلمان إذا ما أثبت هي المسؤولة فعلا نعم نحن من ضمن توصيات لجنة تقصي الحقائق هي غلق المكاتب الاقتصادية في عموم محافظة نينوى وإخراج الحشود وإخراج كل القوى والمسلحة التي هي خارج نطاق السلطة ولكن محاسبة هذه الكتلة سيدة بسمة لأن الأزمة التي حدثت مؤخرا هي أزهقت أرواح يعني العشرات يمكن وصل إلى العدد إلى فوق المحية صدرت أوامر قبض بحق كثير من أصحاب هذه الكازينو يعني جزيرة أم الربيعين ومن ضمنها أكيد هو هذا الشخص الذي يمتلكها وهو منتبي لعصائب أهل الحق وأكيد نحن سوف لن نسكت لحين المطالبة والاقتصاص منه وأخذ حق الشهداء وأخذ حق محافظة نينوى فإذا طلعتم على توصيات لجنة تقصي الحقائق هي جزء منها كان هناك مطالبة بإخراج بغلق المكاتب الاقتصادية وعدم تدخلها وتوحيد القيادات الأمنية بيد فقط قائد عمليات نينوى وقيادة عمليات نينوى نعم اليوم إذا تذهبون إلى الموصل ترونها مستباحة من عدة جهات أمنية وعدة جهات إدارية وفوضى والقرار في محافظة نينوى والقرار الأمني والقرار الإداري يوجد فيه أكثر من رأس ولا يمكن لأي سفينة أن تقاد بأكثر من ربان فهذا ما تم التوصل إليه من ضم التوصيات لقصر الحقائق سنبقى على الطلاع لمواكبة تغطية هذا الملف ممتنة جدا على حضورك معنا نينوى نينوى